تاني المعادن الندرة هو الزنك والزنك يعتبر القلب النابض لجهاز المناعة يعني يشوفوا بقى الناس كتير قد تتكلم عن المناعة الزنك ده في قلب جهاز المناعة كده غير كده الزنك كمان بيدخل في عمل حوالي 300 انزيم من انزيمات الجسم مهم جدا برضه لعملية التمثيل الغذائي اللي هي الميتابوليزم مهم قوي الزنك لصحة الجلد والأخشية المخاطية والتأم الجروح طيب أهم مصادر الزنك إيه؟ اللحوم الحمراء غير المصنعة يعني إيه غير المصنعة يعني السوسيس والباستيرما واللانشون والحاجات دي كلها لحوم بس ما فيهاش زنك خلاص إيه تاني مهمة قوي من مصادر الزنك البقول بقول بأنواعها المكسرات والمكسرات على فكرة يدخل فيها هنا الفول السوداني يعني الفول السوداني والكاجو واللوز كل دي مصادر غنيقة أو بالزنك البيض الشوكولاتة الغمقة اللي هي الشوكولاتة الدرك اللي هي الداكنة الحليب ومشتقاته بس كده لا ده لسه قائمة طويلة الزنك موجود في التوم والطمر والعسل السود والرمان والأفوكادو والكيوي والجوافة والسمسم والمحار والبطاطا والفصولية الخضرة والأمح والرز والشفان والكنواء والحبهان اللي هو الهيل والزعتر الجاف والكمون والكراويا والبقدونس والكركم والينسون والزنجبيل أو الجنزبيل مرة تانية شوفوا التنوع الكبير في المصادر عنصر خطير ومهم جدا وقلب جهاز المناعة ربنا سبحانه وتعالى يوفروا في عشرات من الأغزاء تمام فيتامين A وفيتامين D يساعدوا الجسم على امتصاص الزنك كويس وبالعكس يتمنع امتصاصه ازاي بقى؟ يتمنع امتصاصه بسبب الشاي والقهوة وبعض مدرات البول وبعض العلاجات الهرمونية وإذا زاد الحديد عن مستواه الطبيعي في الجسم يا سبحانك يا رب يعني الحديد اللي لسه شوف بنقوله أهميته بنقول أهميته عاملة ازاي؟ لو زاد بقى في الجسم أنا هنا بتكلم عن الناس اللي بياخدوا بقى إقراص حديد وكذا لأنه الأغزية المصادر الغذائية ما بتخوفناش اللي يخوفنا دايما المركبات الدوائية لو الحديد زاد يقوم الزنك يقل امتصاصه اشتركوا في القناة